افتتحت شبيبة كاريتاس لبنان ومطعم كافي تاستيا بمبنى دارنا اقليمة بعبدة الاول بفرن الشباك بحضور رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشيل عبود الكرملي ونقب الدكتور نقول حجار ورئيسة الاقليم فاديا براكس وأعضاء مكتب الاقليم ورئيس شبيبة كاريتاس بيتر محفوظ افتتحوا المطعم لأطعم مئة المسنين وشكر الاب الرئيس على هذا العمل الرائع وهو بيهدف لدعم رسالة كاريتاس شكرا لشبيبة كمان يلي كانوا مشاركين ومواكبين هذا العمل خاصة في هذه الايام الصعبة شكرا لكاريتاس دائما على الافكار يلي بتهدف لخدمة الانسانية وامتابعين اكيد وبدنا نروح لأمل فرفور مسؤولة مركز كاريتاس الصحي سامي شال سد البشرية ودايما لمواكبة نشاطات كاريتاس النوع صباح الخير مجموز يعطيكم العافية وانت كمان خبرينا شوي عن هالمركز واهتماماتكم فيه كمان نحن مركز رعاية صحية اولية تأثف سنة الالفين واثنان عشر اول مركز رابطة كاريتاس تأثف سنة الالف وتسعمية واثنان وسبعين بصيدة واكيد مع مرور مسين تطورنا وصار عنا عشر مرافق في كل لبنان مركز سامي شال بيسد البشرية مثل ما قلت مركز رعاية صحية اولية بيتضمن عدة خدمات خدمات طبية هي الاساس هنا عنا معاينات من قبل الاطباء في عنا 28 ل 23 حسين من كافة الاقتصادات عنا ايكيب عمل بيتألف من عشر موظفين عنا صيدالية عنا كمانا يعني كلينيك خاصة كل شي طب الاسمين وعنا قسم الصحة النفسية كرميل كل شي يعني الصحة النفسية كمعالجين نفسيين كمعالجة حس وحركة وكمعالجة نطق ولغة نعم بتفتحوا كل يوم؟ نعم نحنا دوام العمال من الثانين للجمعة من الساعتين للساعة ثانتين بس كرميل شئ الصحة النفسية في عنا المعالجات بيبقوا يعني حسب الموائز نعم بعد الثانتين أربعة خمسة يعني حسب المواطنين اللي عم يجوا نعم والموعيد اللي عندهم أكيد الأحد فيه إقفال أنا ما سبت سبتوا بأحد لا سبتوا أحد سبتوا بأحد من الثانين للجمعة نعم شو معتموا لباقي الخدمات الطوبية كمان حسب موعد أم مين ما بيقصد بيكون في مجال؟ جمالا العالم يعني فيها تاخد موعد على التلفون في أكيد رقم للمركز ومين ما بيقصد يعني أكيد العالم بتخبر بعضا مين ما بيقصد المركز فيه ياخد بالمركز موعد كرمالي عيني عينه يعني الطبيب ومن خلال المعاينة بيتكمل العلاج بس تتوجه المواطن عند مختبر نحن متعاقدين مع مختبر ومع مركز أشعب حسب الطبيب المعاين حسب الحال يتوجه المريض نعم كبير القصات أو فور أشعب نعم اليوم أكيد زادت هذه الخدمة بيظل الوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه نعم زادت الحاجة الطبية والنفسية كما نقول يعني حتى الصحة النفسية كمان صار في طلب كتير كبير عليها أي أعمار أكتر شي الصحة النفسية؟ نحن صراحة كل فئات الأعمار يعني الأطفال المراهيكين كبار السرن كل الفئات نعم حتى لسن قسم الطبية كمان حديثي الولادة كل فئات العملية إذا بنركز شوي على الصحة النفسية الأمور يلي هي بحاجة لمعالجة بسبب الأوضاع الاقتصادية أم بسبب المستقبل الغامض؟ شو بدنا نقول عنهم؟ نعم صراحة عدة عوامل ولهلأ من الوقت انفجار مرفق بيروت لهلأ المرادة اللي عم يتوجهوا بعضهم يعني آثار هالانفجار بعضهم عليهم يعني في كتير حالات بعضهم تروما من وقت انفجار بيروت زيادة النكبة الاقتصادية زيادة متل ما تصدلت وقلت يعني واحد مش عارف شوناته فكل هؤلاء العاوامل اللي هي كتير عم بتأثروا على كل الفئات العمرية يعني الغار كبار مسمين مراهيكين كل الفئات و بالنسبة للأطفال يعني بنعرف اللقاحات الدورية اللي بتصير كلها بأمندوا من هذا المركز؟ نعم في عنا لقاحات بكتأمن من الرابطة وفي عنا لقاحات أكيد من وزارة الصحة نحنا على موعد يعني من موعد محدد نروع على الوزارة ننجد كمية من اللقاحات والأطباء الأطفال اللي بالمركز بلقف الكل يعني كل المواطنين أكيد بدون تلميذ يعني لا عرق ولا دين ولا شيء كل المواطن بيتفجع على المركز أكيد بوابنا مفضوحة للكل لمساعدتهم حسب طلب كل شخص نحن بدأ لكم يعطيكم العافية أمال فرفور مسؤولة مركز كاريتاس الصحة بطبعا سان ميشيل سد البشرية يعطيكم ألف عافية شكرا لك